اشتركوا في القناة دودا بيلعب بالقطع البيضاء ضد مامد ياروف طبعا مامد ياروف في اليوم الاول من النهائي خسر مكسبش ولا مباراة واضح انه راح يذاكر وراجع تعالوا نشوف حصل ايه زي ما اتفقنا التعادلات مش هجبها ومش هقولك ترتيب المباريات علشان محرقش عليك نتيجة اليوم دودا برضو يلعب نايت اف ثري هحط بيدا في الوسط بيدا انا كمان في الوسط مش هلعب لك سي فور زي اليوم الاول لا بيدا في الوسط نايت اف سيكس سي فور دلوقتي انا بلعب الكوينز جنبة اكسبتد انا هقبل البيداء وريني عندك ايه اي ثري هات البيداء اتفضل رجع بيدك انا كمان عايز انتشر بيشوب تيكس سي فايف اسمح لي اضرب الوسط بتاعك تبييت اي سيكس انها العديد من المرات تقريبا شوفناها امبارح مرتين والنهاردة التالتة بي فور وتم خلق اضعاف على السي فور نايت بي دي تو بيشوب اي سافن روك سي وون روك سي اي تخد بالك يعني المطش يبدو كده معادي كل واحد بيحط قطعه في اماكن منطقية هنا قرر يأكل بيدا في بيدا ودودا ها ممكن يأكل على فكرة بالفيل او يأكل بالوزير او يأكل بالبيدا يأكل باي حاجة اكلف البيدا مش حلو علشان هيعمل بيدا معزول يعني ولكن الاجنة لسه في مدد اللاجيم مجلش في النهايات فاي حاجة ولكنه قرر ان ايكل حصان في حصان دلوقتي اوكي وبعد حصان في حصان يأكل بالفيل جديد بالذكر انك لو كلت بالوزيير بحط الفيل في وشك وكسر الفيلة وما فيش مات ولا حاجة فيا سيدي أكل بالفيل بيشب دي فايف بيحسن وضع الفيل بتاعه كوين دي ثري جاي عالضار بقى لكن هيرجع واحد يقول لي طب يا عمي ما ياكل الناس دي ما بتسبش امتياز الفيلين كده وخلاص بسهولة طالما ينفع نسحب الوزير وخلاص نسحب الوزير ايه يعني كمان لو انت لعبت حاجة زي بيشب اي فور دلوقتي كوين بي تو وضغط على الوطر ادي اكل طيب فهنا لعبة نايت اي فور الرخ الاخير اللي ما لعبتش تلعب ما زال الشكل صفار دلوقتي الشكل ما عادش صفار بعد ما صاحبنا مشي من هنا الهنا الانجين مش مبسوط شايف ان الابيض احسن بيشب اي فسيكس نايت سي ثري انا عاوزك تبص على وقت مامد ياروف دلوقتي معه تقريبا ثمان دقايق الا ثانيتين وصرف على نايت سي ثري دي تقريبا اربع دقايق بيحسب ايه في الاربع دقايق لان بعد كده تلت اربع نقلات وقته هيفضل اربع دقايق زي ما هو يعني كأن النقل اللي هيتلعب قدام ده كله من خلاص هو حسبه فهو قاعد اربع دقايق في هذه النقلة وانا بقول لك خيال علمي عشان الرجل دماغه جابته انه يعمل كده نايت سي ثري هات الفرق اجباري اكل عشان ما يخسرش الفرق اكل بالبيدق علشان دلوقتي بقى معي بيدق سالك بس دي مش دين مشكلة المشكلة الحقيقية هي ايه فور ما مدياره في خسر قطعة ايه ده انت بقالك اربع دقايق بتفكر علشان في الاخر اضحك عليك وقول لك هوب ايه فور اخد منك قطعة لا يا سيدي احنا بنلعب رابد وانا عايز اخد شكله هجومي الانجين بيقول الابيض مع تفوق ثلاثة وانا مالي انا اصلا كنت حاسب الفكرة دي في الفحصان وتسيب وزيرك اه واسيب وزيري بس انت كده سيبت وزيرك في رخ بس يعني الرخ دي قصاد الرخ دي الفيل ده قصاد الفيل ده الوزير ده كله قصاد الرخ الحزينة دي انت بتهرج يا ماما ديارف ولا ايه اصبر عليها يا عم نوفل حاضر هات وزيرك يا عم ابيض لا مش هجيب وزيري طب هات الصف التاني اوكي مفيش مشكلة اه هنا اتلعب اي 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 اون اه اسف اتلعب الاول اي اي فور علشان يفتح لفيله. يشغل فيله. دي اسمها يعني ضحى بيدق علشان يشغل الفيل. هاتو هاتو بيدق في السكة مش مشكلة. ودلوقتي يلعب كوين اي ثري. قللت التفوق جدا. الانجين بيقول روك اف وون احمي وتماسك. حاول تتماسك. علشان لما ينزل كده كل حاجة تبقى محمية وبتاعها. ولكن تلعب هنا كوين اي ثري. جي سيكس نفس للملك. يا سلام. التفوق باربعة وسبعة من عشرة. بعد سي فايف. العب سي فايف ودفع البيضة. اعمل كاونتر بلاي. انت كمان يعم دودا. دودا يلعب النقلة الضعيفة جي ثري ويضيع التفوق كله. الروخين يتجوزوا. روك تيكس سي ثري. عشان خطري. خد الفرق. وربنا يعني على الروخين دول وخلاص. بس خبالك مفيش مات واضحة بدام الفيل ده. ماسك المربع بتاع الكش يعني حتى لو اكل هنا. ما بيقدرش يدي كشة كمان. فالشكل صفار على الانجين. لكن ما مدياروف بعد الغلطة بتاعة جي ثري كان الاحسن منها. العب السي فايف. امشي اعمل وزير. جي ثري. جوز روك تيكس وما مدياروف قوله مش هيخد الرخ. اولا من فضلك. ابعد وزيرك في مربع ما يكونش محمي فيه بالرخ. الرخ دي حامي الوزير دلوقتي. انا عايزه مش محمي خالص. هات الوزير. الانجين بيرشح كوين سي وون. ولكن بعد بيشب دي فور تفوق كويس جدا للاسود ضرب هنا اسطوري. ولكن كوين دي فور تلعبت الوزير مشي والوزير دلوقتي مش محمي. بيشب دي فور. ضغط. سي فايف. مش في معدها. ليه؟ علشان خلاص كش. لو لو مشيت هنا انا برجع بكش واخد وزيرك خلاص انتهت القصة فمشي تحت و اداله كش غطة اكل مشي وبعدين اه اداله كش بهذا الشكل طبعا خد بالك انه ما بتديش كش كده عشان بيأكل رخك اداله كش بهذا الشكل وبعد ما مشي هيديله كش كده وياخد وزيره ويفوز ماميدياروف اللي حصل ده خيال علمي والله ده اللي حصل ده مش طبيعي جراند ماستر تقييمه 2800 في حجم دو ده مش عارف يدافع اه رغم ان كان معاه شوية وقت معاه ترى تربع دقايق مش عارف يدافع الهجوم عليه من كل نحية الفايلات مفتوحة الاسود مسج الفايل ده و الفايل ده عمليا هو مش عارف يتعامل بحاجة غريبة يعني اه مش لقيلها تفسير قولوا لي رأيكم في التعليقات ايه ايه المنظر اللي حصل ده طبيعي ولا يعني هل ده مبرر هل ده هل ده طبيعي يبقى معايا جي ام معايا تفوق اربعة ومعايا وزير كامل اصد رخ ومعرفش هتعامل مش عارف ايه المهم خلينا نروح على المباراة رقم اتنين معانا في توطية النهاردة ولأول مرة هنشوف شهريار ماميدياروف يلعب بالقطع البيضاء هذه المباراة يعني جهز نفسك كده ورجع ظهرك لورا هذه المباراة دموية جدا في اتنين سفحين بيقطعوا في بعض تعالوا نشوف ماميدياروف رجل كلاسيكي قوي حط بيدق في الوسط وبعدين لعب السي فور دي اكتر نقلة بتتلعب في هذا الشكل يعني رجل زي ما بيتجوتش مش هيلعب دي الاول لا 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 زي ما الكتاب بيقول بالزبط بعدين القاعدة بتقول طلع الاحسنة الاول حاضر بعدين قابل هنا بشب بي فور او ما يعرف بالرجوزن دفينس عشان تبقى عارف المعلومة بس الرجوزن دفينس ده زي الكوينز جنب الديكلايند اللي بنطلع فيه البشب على اي سافن لكن بحط البشب على بي فور فهو شبه النمزو لان النمزو ما بلعبش فيه دي فايف النمزو بلعب فيه في هذا الشق مفيش دي فايف بلعب نايت اف سيكس سي فور اي سيكس والحصان بلعب كده لو عملنا كده في كده احنا رجعنا للشكل اللي احنا فيه دلوقتي بقى رجوزن يعني كده نمزو بس نمزو مع دي فايف بقى اسمه رجوزن ماشي نرجع للموتش بتاعنا والمين لاين رجوزن الابيض اللي انت بتحقق بيه تفوقات المفروض عشان تدايق الاسود انك تدي الكيش وتكبره يطلع على الحصان فيقفل على بيداء السي فما يعرفش يضرب الوسط ببيداء السي بعد كده تلعب اي ثري يبيت وترجع كوينسي تول وزن عمل اللي عليه خلاص وتحط الفيل على الوطر وبتاع لا انا رجل كلاسيكي جدا انا بعد ما طلعت القطع انا هنتشر بالفيل قبل مقفل عليه مش ناوي اعمل اي حاجة انت عايز تتخانق تتخانق بس انا في الخناء مع عنديش يا مرحمينو اخبالك انا هبقى كلاسيكي ومؤدى بطلعت الحصانة طلعت الفيل ناوي اعمل كده وبيت عاوز تتخانق بص بيداء في بيداء دي خناءة بيداء في بيداء ده تفريع مرعب جدا من الرجوزن اسمه ذا فيينا انا ساعات بلعب الرجوزن محضر اتش سيكس لو رجع ساعات بيداء في بيداء بتبقى جامدة البيداء بيعاني شوية الابيض ان يرجع بيداءه لكن بيداء في بيداء على طول من غير اتش سيكس ده تفريع شارب تفريع تفريع عنيف الدت للابيض بيداءين في الوسط ويناوي امسك البيداء بتاعي ده زيادة لا يا عام اي فور انا هضرب سلسلة البيادة من الخلف لو حاميت كده طبعا فاشلة عشان باكل بيداء في بيداء ما تطلعش تاكل الرخ متعلقة ولو عملت حاجة زي كده فمعلش اي فايف هتعمل ايه في الحسن ده واحد يقول لي حاجة تانية خالص بقى واحد يقول لي انا حاكل هنا حاكل هنا بعدين نلعب كده ما برضو نفس القصة بس دي انيال ليه عشان بيداء في بيداء بيداء في بيداء اي فايف عشان تحمي القطعة بتاعتك لازم تلعب اي تش سيكس وعليها اكل 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 احط الرخ هنا وقف في فيديو وفكر ما هي النقلة التي تحرز تفوق ثلاثة للابيض وانا هاعتبر ان انت رجعت كوين بي وان هات البيداء وهات وزير اتش سيفن الرخ تحبست تفوق ثلاثة للابيض طيب وابناء علي من الاخر انا مقدرش اقعد بقى امسك في البيداء ده او احميه انا حضرة بالوسط ممتاز بيداء في بيداء بيداء في بيداء وهنا على فكرة الاكلة بالوزير موجودة والاكلة بالحصان موجودة كل حاجة موجودة هنا يعني ولكن قرر صاحبنا انه يأكل في الحصان واكل بالبيداء المفروض كان يأكل بالوزير وعليها يأكل بالوزير ويأكل يأكل وبعدين الفيل هيطلع يأكل بيداء ده ما يتحميش خد بالك حتى لو رجعت برجع تاني وبداء ما يتحميش ولكن الانجين شايف ان هذا الشكل يعني تفوق نص بس للابيض عشان البيادئ معوجة اوكي ما حدث في المباراة انه اكل بالبيداء وصاحبنا اكل بالحصان بدام انت عاوزها بقى زي ما كانت انا احمد اخطي بقى عاوزها مدعكة لا خلاص بدام انت فتحت فايل بهذا الشكل لانك متوقع ان انها بيت قصير وعاوز ان العمليات تبقى معركة فضيعة ماشي انا مش هكسر وزراء مش هكول بالوزير لا هكول بالحصان وهنتعارك الاسكندرانية هنتعارك واخبالك بيشب بي سيفن بيشب تيكسي فور واحد يخطر على باله الفيل ده رابط الحصان ليه ما كلش البيداء ده طبعا انت كانت البيداء تفوق ثلاثة على طول الابيض فين العقاب ما توريني؟ تبيت هو ده العقاب؟ اه عشان الفيل لو رجع مكانه مثلا فيه قنبلة ستنفجر في وجه الابيض الاسود تبدأ ببيشب تيكس وبعد ما يأكل فتح الوطر والامور من هنا سيئة خلاص يعني مش عالف تلعب بص 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 بوم ضفحية كمان واللي الخيخ هيجو وتفيدة فوق سبعة للابيض ما بقولك ده مطش مرعب مطش شارب مطش عنيف الغلطة تضحية خد في وشك على طول تعال نشوف الرجل طبعا ما خدش البيضاء الوسطي ولا حاجة مالكه لسه في نص الرقعة هات الفيل الفيل اتحمى بكوين بي ثري بشب هات الحصان والحصان انفجر على الاي سيكس ياكل واكل التضحية دي هدفها ايه؟ ما هدفهاش حاجة هدفها ان انت بس تقعد في الوسط لكن فيه مات في اثنين هرجع المات لا لا مفيش حاجة الوقتي الشكل على الانجين مازال صفار نايت دي سبن تبييد روك دي ايت كان ممكن يبايت طويل؟ اه ممكن بس هيتعرض لروك اف سي ايت والحصان هينطه هناخد بها لعبة على الملك ما الملك مفيش لغة غطاء بيدقي البيادئ مش موجودة طيب نايت دي سبن زحلق الرخ بهذا الشكل نايت دي فايف هات وزيرك مرداش طبعا ياكل بهذا الشكل وياكل يبقى الفيل ده فظيع والوزير هيلف خد بالك كمان شوية ويضغط صفوق واحد ده غير ان احنا فتحنا فايل على الملك موقف وحش فمشي بالوزير وعليها كينج ايتش وون مشي عاوز يلعب الحاجات دي عايز لعب اف فور والملك اتحرك بهذا الشكل ولكن ذلك سمح بكوين ايتش ثري الوزير ناوي يشارك لو كنت لعبت حاجة زي ايتش فايف مثلا فايف فايف هاتيجي فوشة لو رجعت فايف اي فايف جاي في وشة الفيل ده مش ببلاش يا اخوانا عشان الدبل مش معقول اوكي اتلعب هنا النقلة الغير دقيقة واللي سمحت بكوين ايتش ثري هات القطعة قفل الطريق هات لو سمحت الرخ ساب له الفيل بس اخد الرخ تفوق بقى خمسة كينج جي سفن وبص النقلة نايت اف فور خد وزيري وانا رجع اخد وزيرك واخد معروخ هدية هاهاهاها رجع اداله كش وبعدين اكل تاني وبعدين اداله كش واللي رخين بقى فاهم زاروا المالك كده في وسط الرقعة طبعا صاحبنا يعني دودا بيفلفص منه عايز يعمل اي حاجة عارف الغرقان اللي متعلق بأشايا هيقوم تديله واحدة دلوقتي رخف قال له ماشي وبعدين عايز تديني مات يعني طيب كش وهو انسحب هنا لما تبقى تمشي يبقى كل القطعة بتاعتي وخلاص معايا ماتيريال بالهبل ومعندكش حاجة كل حاجة محمية مفيش مات معايا رخين العب غيرها يا دودا انا النهاردة كسبتك اتنين صفر ولعبنا مباراة وتعدلنا فيها والنتيجة بقت اتنين ونص نص ما اشبه اليوم بالباريحة لا خالص دنبارح كان حمادة والنهاردة حمادة تاني خالص دودا مبارح كان يعني مفتري النهاردة ممدياروه مفتري النهاردة دودا اتعدل ماتش ومكسبش ولا مباراة واليوم الاول فاس بي دودا اليوم التاني فاس بي مامد ياروف واشوفك الحلقة الجاية في حسم التعادل علشان نعرف مين هيفوز بهذه البطولة اشوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة